للجسم ساعة بيولوجية تضبط نشاطه في النوم والاستيقاظ. حجم هذه الساعة الواقعة في منتصف الدماغ لا يتعدى حجم حبة البازلاء وتسمى بالغدة الصنوبرية. ولكن ماذا عن الورم الذي قد يصيب هذه الغدة؟ الورم الصنوبري يستهدف الغدة المسؤولة عن إنتاج الميلاتونين. أو هرمون ساعة الجسم. وعلى الرغم من أنه نادر نسبياً ويمثل نحو واحد بالمائة من أورام الدماغ لدى البالغين. إلا أنه يصل إلى ما نسبته أحد عشر بالمائة لدى الأطفال. ما لا يقل عن سبعة عشر نوعاً من الأورام قد تسيب الغدة الصنوبرية. تراوح بين الخراجات الحميدة والأورام الدبقية الأكثر عدوانية وأورام الخلايا الصنوبرية التي تصنف أنها الأخطر. أعراض الأورام الصنوبرية تعتمد على حجم وموقع الورم وترتبط في الغالب بالشعور بالضغط داخل الجمجمة. الصداع ومشاكل في النوم كما أنها قد تؤدي إلى البلوغ المبكر. الأطباء لم يتوصلوا بعد إلى السبب المباشر للإصابة بالورم الصنوبرية. لكن وجود طفارات في الجين RB1 يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتلك الأورام. كما أن التعرض للإشعاع والمواد الكيميائية يسهم أيضاً في ذلك. علاج الورم الصنوبرية لا يعد معقداً أو مستحيلاً، إذ يمكن شفاؤه في نحو 90% من الحالات. وتتمثل الخطوة الأولى في تشخيص وعلاج تلك الأورام في الجراحة ثم العلاج الكيميائي والإشعاعي. ترجمة نانسي قنقر